يا اهلا فيكم اصدقائي كيف حالكم نباتات للاضاءة المتوسطة والخافتة بهذا الفيديو راح احكيلكم شو هم النباتات وكيف طريقة العناية فيهم بس خلينا نتفق بالبداية انه لما اجي احكي اضاءة متوسطة يعني في شباك او في اضاءة كهرباء لكن مش قوية كتير يعني لو في شباك تيجي منه شمس غير الشباك اللي ما بتيجي في ايه يعني منه شمس وغير الشباك كمان او غير الغرفة اللي ما فيها اصلا شباك فخليكم معيه بهذا الفيديو عشان نعرف شو هم النباتات يلا النباتات اللي بتتاقلم مع الاضاءة المتوسطة والخافتة شوي هم زاميا كلاتيا صرخسيات دراسينيا قوزمينيا والبامبو فهلا رح نحكي عنهم واحدة واحدة طبعا في كتير نباتات غيرهم بس انا حبيت اختار النباتات الشائعة بالاردن والعراق وفلسطين وسوريا والناس الاكتر بيسألوني يعني من هدول البلدان فرح اجاوبكم هان بهذا الفيديو عشان خلاص ما نحكي بهذا الموضوع نحكي باشياء ثاني يعني اذا بدكم نباتات او في حدا بده نباتات لاضاءة متوسطة تبعتوا له هذا الفيديو تمام لانه في فيديوهات جايه عن الاضاءة العالية وكمان عن القفص الصدري المونستيرا فبدي اخلص من هذا الموضوع فنبدأ بزيزي بلانت او زاميا او زامي كولكس زامي فوليا بيحقولها وهي من النباتات اللي كتير تتأقلم مع الاضاءة الوسط وممكن مع الاضاءة الخافتة يعني غرفة ممكن فيها فضى شوي فيها اضاءة كهرباء ممكن تتأقلم وهي من النباتات اللي جذرها سميك فبيخزن المي فهي حساسة لزيادة المي لهاك احنا بدنا نكون حاذرين بنقطة الري لنبتة الزاميا كمان هي اصلا فلاورينج بلانت فاذا كانت خارجي ممكن تظهر بس بحالات نادرة لانه احنا معظم الاوقات نحطها داخلية اذا كانت خارجي ممكن بمكان شيد يعني ما يكون في فلسن هلا كمان بالنسبة للري خلينا نعتمد قاعدة لو لايت بساوي لو ووتر يعني انا ما عندي اضاءة كتير بالتالي ما في تبخر كتير بالتالي ما بتفقد كتير مي وبتضل التربة رطبة فما بتحتاج رأي كتير اذا في اضاءة كتير عالية معنات في نسب تبخر كتير عالية بالتالي هون اه محتاجة مي فنعتمد هاي الطريقة وكمان نفحص التربة قبل ما نروي كمان نقطة بالنسبة للنبت الزامية انها تكسك على القطط والكلام فاللي عنده حيوانات أليفة ممكن يبعدها عنهم لانه اذا اكلوا منها ممكن سببهم مشاكل عفكرة نبت الزامية اذا بتنتبهوا وراءها لونها أخضر غامع فالدارك جرين تباحة بيدلها انه هي تنطس الاضاءة بكمية قليلة بالتالي هي بيرفكت فور اندور يوز فمشان هيك هلا اذا صار وراءها فاتحة او لونها أصفر معناها في كتير اضاءة عليها او في زيادة ري مو بالعادي كمان بيكون اوبرواترينج فبدي انتبه لشغلة الري هلا هي كمان من النباتات اللي بتطول او مرات تتشعب بطريقة مش حلوة وممكن اربطها مع بعض او اقص الاشياء او الاجزاء اللي انا ما بديها هي بطيئة النمو وكمان تتكاثر بالليف كتنج العقل الورقي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القوزمينيا وهي نبتة مزهرة زهرتها مختلفة عن باقي النباتات وهي من النباتات الاستوائية اللي بتحب المكان الرطب والري عند الحاجة طبعا كمان هي من النباتات اللي ازا ماتت زهرتها بتموت النبتة بتطلع خلفات جديدة جنبها فانا بقدر اخد هاي الخلفات وازرحها بقوار تاني كمان جدورها اصيرة او صغيرة فما بطر اني انا اضلا نقولها من قوار لتاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المفيدة 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 فيه كمان البامبو البامبو فيه فيديو خاص عنه على قناة اليوتيوب هلأ بتقدروا أهلأ بحط لكم إياهم بتقدروا تحضروا لما يخلص هذا الفيديو وكمان بتظل الكلاثية ما رح أحكي لكم عنها صراحة ليش لأنه بدي تحكولي أنتو عنها نبتة الكلاثية تحكولي عنها بالتعليقات أو على الإستجرام أو على الفيسبوك واللي تعليق صحيح رح أطلع معي يعني رح أطلع على التعليق ب فيديو جاي ونناقشه مع بعض فيارب يكون هاد الفيديو السريع عجبكم وإذا بترجعوا تسألوني عن نباتات داخلية للإضاءة المتوسطة بموتكم عن جد يعني خلص حكينا بالموضوع وبتمنى أنه تستفيدوا وراح هيكون في فيديوهات جاي طبعا لسه أحلى أنا طبعا هلأ راجع من الشغل فمش عارفة هيك أسوال في براحتي فالفيديوهات اللي جاي إن شاء الله بحكيكم عن القفص صدري المونستيرا وكمان عن نباتات للإضاءة العالية وإلى اللقاء المونستيرا وكمان عن نباتات للإضاءة العالية المونستيرا وكمان عن نباتات للإضاءة العالية